موسيقى أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الأكارم في حلقة جديدة من برنامجكم ومضعتم من التاريخ موضوعنا لهذا اليوم السلطان العثماني محمد الثاني محمد الفاتح والذي حكم للفترة منذ عام 1451 وحتى عام 1481 وبداية أقول أننا لازمنا في المرحلة الأولى من تاريخ الدولة العثمانية الذي ينوف عن ستة قرون واتفقنا أن تكون المرحلة الأولى ما بين 1300 حتى عام 1512 وخلال هذه الفترة ظهر لنا صلاطين أقوياء كان لهم الفضل الكبير بتوسيع الدولة العثمانية وانتقالها من مرحلة الإمارة إلى مرحلة الدولة ومن ثم الدولة العالمية أي الإمبراطورية بعد أن حققوا إنجازات كبيرة لا سيما على عهد السلطان بايزيد الأول بايزيد يلدرم الذي حكمه للفترة منذ عام 1389 وحتى عام 1402 ثم السلطان محمد الثاني الذي سار على خطأ أسلافه وأجداده وأبائه وأجداده من الصلاطين العظام طبعا بداية أقول أيضا أن الدولة العثمانية سارت على بعض الطرق التي عندما تقول الحكم أو دست الحكم يقول من عهد إلى آخر كان هناك تكتم على موت أو وفاة السلطان ومن بعدها يتم نقل الصلطة بالنسبة لموضوعنا السلطان محمد الثاني ففي حقيقة الأمر كان يختلف عن نظرائه من الصلاطين حيث أن هذا السلطان كان لا يتمتع بشعبية كبيرة لدى الانكشارية فضلا عن بعض الأمور التي تعتري سير اعتلائه السلطة من بينها الأمير أورخان الذي كان أسيرا لدى الدولة البيزنطية فعندما اعتلى محمد الثاني دست الحكم كانت الدولة البيزنطية تهدد بإطلاق أورخان إلى المطالبة بالعرش من جانب آخر الفريق الذي كان يترأسه الصدر الأعظم خليل جندرلي باشا الذي كان مع السلطان مراد الثاني وكان على خلاف كبير ما بين السلطان الجديد وما بينه ومع هذا نرى أن خليل باشا جندرلي كان رجل المرحلة ورجل المناسب أبان تلك المرحلة لا سيما للأوضاع السياسية التي كانت تنتاب الدولة العثمانية آنذاك وبالرجوع قليلا إلى مرحلة حكم السلطان محمد الأول وابنه مراد الثاني نرى أن الأول استطاع لا سيما بعد نكسة ألف واربعمائة واثنين نكسة أنقرة التي منيها بها العثمانيون نتيجة صدائمهم مع التيموريين استطاع أن يعيد هيكلة الدولة العثمانية لا سيما في آسيا الصغرى بإعادة الإمارات التركومانية وسار على نهجه أيضا ولده مراد الثاني فنرى على أهد السلطان محمد الثاني كانت الإمارات كلها خدانت للدولة العثمانية باستثناء الدولة القرمانية في حين علاقة الدولة العثمانية في بداية اعتلاء محمد الثاني دست الحكم مع الدولة البيزنطية كانت علاقات جيدة وهناك معاهدات ما بين والده وأيضا الامبراطور البيزنطي والحقيقة عند اعتلاء الامبراطور البيزنطي قنسطنطين الحادي عشر للسلطة هناك أيضا اكفهرت هذه العلاقات ما بين الدولة العثمانية واعتلاء محمد الثاني دست الحكم وبالتأكيد كان بين الفينة والأخرة يهدد بإطلاق أورخان المطالب بعرش السلطنة أما على الصعيد الداخلي كما مر بنا فكانت الامارة التي خارج السيطرة العثمانية كانت الامارة القرمانية التي كانت بمثابة الشوكة في خسرة الدولة العثمانية حيث سعى السلطان الجديد إلى إخضاء هذه الامارة ففي بداية الأمر لم تفلح المحاولات العثمانية لإخضاء الدولة القرمانية مما اضطر السلطان بأن يجرد حملة بقيادته وبعد أن وجد الأمير القرماني بأنه غير قادر على الوقوف أمام الحملة العثمانية اضطر للفرار والهروب وأيضا هنا استطاعت الدولة العثمانية من إخضاء الإمارة القرمانية وإعادتها تحت السيطرة العثمانية النقطة الأخرى يعني بعد هذا يعني بعد أن أغضعت الدولة العثمانية الإمارة القرمانية هناك أصبح أمامها مسألة مهمة جدا ألا وهي موضوع فتحة القسطنطينية وطبعا موضوع فتحة القسطنطينية على الرغم من أننا قد تحدثنا في لقاء خاص عن هذه عن هذا الفتح الكبير إلا أننا سنتحدث بشيء من الإجاز عن هذه المهمة التي أقدم عليها السلطان محمد الثاني فقد كان لفتحة القسطنطينية دوافع عديدة منها أولا أن المسلمين ومنذ فترات مبكرة من تاريخ الإسلام أرادوا فتح القسطنطينية وبالتأكيد هناك حديث عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش وطبعا جردت حملات من قبل المسلمين منذ عهد معايب بنبي سفيان وتوالت أيضا هذه الحملات إلا أنها لم تكلل بالنجاح فضلا عن هذا قد قام أكثر من سلطان بذات النهج من أجل سقاط القسطنطينية والسيطرة على الدولة البيزنطية وسقاط الامبراطورية البيزنطية الحقيقة كان أيضا هناك بعض الأمور الستراتيجية التي ينبغي على الدولة العثمانية أن تتجاوزها كي تحقق إنجازاتها بعد أن رفعت راية الجهاد والفتح الإسلامي في أوروبا الشرقية منها والغربية فكانت بمثابة عقبة فضلا عن أن القسطنطينية كانت أيضا تقف كحاجز معوق ما بين الحياة الاقتصادية ما بين أوروبا والجانب الجزء الآسيوي من الدولة العثمانية إضاف إلى هذا أن إسقاط القسطنطينية كان من الأمور التي قد وصلت بعد أن أصبحت الدولة الامبراطورية العثمانية تكتفي أو الدولة الميراتورية البيزنطية أصبحت هي العاصمة القسطنطينية حسب لذلك نرى أن المشروع فتح القسطنطيني قد تأخر أيضا على عهد بايزيد الأول يعني بايزيد الأول بعد أن نحقق انتصارات كبيرة على الجانب الأوروبي الجانب الغربي والأسيما في المعركة الكبيرة في معركة نيكو بوليس وقبل أيضا معركة فارنا وكثير من المعارك الكبيرة التي حققها العثمانيون فيها انتصارات كبيرة وتوسع كبير أصبح أمامهم فتح الفتح القسطنطينية وإسقاط الدولة البيزنطية وفعلا تم هذا في عام 1402 وتم حصار القسطنطينية إلا أن الظروف التي استجدت وقتها بعد ظهور التيمرين على حلبة الحلبة السياسية والحلبة العسكرية وظهور في منطقة أنقرة قد أنقذ القسطنطينية وأضاف لها عمرا مضافا بحدود نصف قرن من الزمان فضلا عما قام به الامبراطور البيزنطيني البيزنطي مانويل الثاني من أعمال استطاع أن يعيد العمل لاستحكامات القسطنطينية وأيضا كان هناك اتصالات ما بين الدولة البيزنطية والقوى الأوروبية والبابوية الحقيقة هذه الاتصالات لم تجد نفعا فنرى أن بعد هذه الفترة وبعد مرور خمسين عام من هذا التاريخ نرى أن الدولة البيزنطية للأمانة التاريخية وضعت لوحدها أمام مصيرها لا سيما بعد اعتلاء قسطنطين الحادي عشر عام 1449 لدست الحكم ووجد نفسه بأنه يجب أن يعتمد على قدرته الذاتية بعد عدم استطاعته أن يعقد أو أن يستفاد من القوى الغربية في التصدي للدولة العثمانية وطبعا من جانب آخر أيضا نقول أن القوى ما بين الدولة العثمانية وما بين الامبراطورية البيزنطية لا تقدر الحقيقة لا نستطيع أن نوجد جهة مقارنة بينهما لأن جيش السلطنة كان جيشا كبيرا وجيشا عظيما وقتها يكاد يكون من أعظم الجيوش العالمية وقت ذاك في حين انكفأ الجيش البيزنطي وطبعا هنا أيضا نستطيع القول بأن الامبراطور البيزنطي قسطنطين الحادي عشر كان يتمتع بالشجاعة وليس بالذكاء أو الفطن السياسية وما إلى ذلك لذا أن أمر هذا الصدام أو هذا الفتح سيكون واقعا لا محالة بعدها تم كما ذكرنا في أحد لقاءاتنا تم الاستعداد لهذا الفتح الكبير وفعلا فتحت القسطنطينية في عام 1453 وكان لهذا الفتح الكبير أيضا نتائج كبيرة أيضا نحن تحدثنا عنها لكن نقول في هذا الصدد أن السلطان محمد الثاني قد نال لقب الفاتح حيث أصبح محمد الفاتح بعد هذا التحريق بعد هذا الفتح الإسلامي الكبير وأيضا هناك نقطة أخرى بعد أن كان العلم العثماني يحمل الهلال هنا أضيفت له النجمة وطبعا النجمة هي رمز للقسطنطينية لتنتقل العاصمة بعد أن كان في بورسا وأدرنا لتنتقل إلى القسطنطينية وأيضا يغير اسم مدينة القسطنطينية إلى اسم مدينة الإسلام إسطنبول وأيضا اختصرت وأصبحت إسطنبول فيما بعد بعد هذا الفتح أيضا الحقيقة كان هناك أيضا كثير من الإنجازات الكبيرة للسلطان محمد الثاني من بينها أنه قام ببناء مجموعة من المساجد وأيضا غير كنيسة سانت صوفيا إلى مسجد آية صوفيا بعد أن أضاف له كثير من الإعمار الإسلامي في وقتها لم يكن السقوط القسطنطينية في نظر الفاتح بأنها نهاية المطاف بل كانت البداية الحقيقية لوثوب الدولة العثمانية صوبة الجانب الأوروبي الغربي فضلا عن أن كثير من الإمارات الغربية دانت للدولة العثمانية بعد أن وجدت لأن لاقبل لها أمام جيوش العثمانيين وأمام هذا الجيش الكبير والذي أيضا يعاد أبان تلك المرحلة من الجيوش العقدية الذي رفع راية الجهاد الإسلامي واضعا أيضا الإسلام بمثابة الدليل النظري لتحقيق هذه الإنجازات الكبيرة وكذلك قبل شقيقاء الامبراطور البيزنطي الذين كانوا يحكموا المورى أيضا بقبول تبعية نظير دفع جزية للدولة العثمانية إضافة إلى هذا نرى أن النهج السلمي لمحمد الفاتح أيضا قام بعقد معاهدة ما بين البنادقة في عام 1454 أيضا نظمت هذه المعاهدة العلاقات الاقتصادية ما بين الطرفين فضلا عن منطقة الأرخبيل والتي أصبحت كلها تحت السيطرة أو الهيمنة العثمانية طبعا اتساع الرقعة الجغرافية للدولة العثمانية أيضا أثارت مخاوف كثير من الدول الكبيرة كالمجر والبندقية فأيضا كان هناك اتخاذ إجراءات من قبل هذه الدول لإيقاف الزحف العثماني لاسيما بعد فتح القسطنطينية وبعد التوسع وأيضا بعد أن دانت كثير من الإمارات الغربية الأوروبية في تلك المناطق لسيطرة العثمانية حتى باتت تقريبا اليونان برمتها تقريبا تحت السيطرة العثمانية ففضلا عن المجر المندقية أيضا الصرب وطبعا السبب في سيطرة الدولة العثمانية وسيطرة الحمد الثاني على هذه المناطق هي حقيقة تباعد هذه الكيانات السياسية عن بعضها مما حد به التفرد بها كلا على حدة فالصرب تقع ما بين الدولة العثمانية وما بين المجر وتحت حكم هوينادي وأيضا نقول أن العثمانين لم يستطعوا إعادة الصرب إلى الحضيرة العثمانية إلا بعد مرحلة تاريخية وتحديدا في عام 1456 بعد وفاة حاكم الصرب وكذلك المجر من جانب آخر كان حاكم المجر برانكو فيتش الحقيقة ذات سياسة متذبذبة فكان في كثير من الأحيان يظهر العدالة لدولة العثمانية وأحيانا يخفيها وأيضا كان يتعاون مع هونايدي صاحب أو حاكم الصرب فهنا رأى السلطان عليه أن يتخذ موقفا سريعا بأن يأخذ الصرب والحقيقة كانت هناك المعركة الأولى أيضا لم تكن صالح العثمانيين وكذلك أيضا جرح السلطان ذاته في هذه المعركة بعد أن بقيت أمامه بعد حقيقة احتل كثير من المدن والقلاع وليم يبقى أمامه سوى بلغراد إلا أنها كانت عصية عليه وبقيت إلى عام 1456 ميلادية أيضا هناك الحقيقة ظروف ساعدت السلطان محمد الثاني وهي موت هونيادي في عام 1456 وأيضا برانكوفيتش أيضا في عام 1457 دبت الفوضة في حكومة بلغراد والذي بالتأكيد ساعد على تحقيق الإنجاز العثماني باحتلاله الصرب وفتحها وأصبحت تحت الهيمنة والسيطرة العثمانية وذلك ما بين عامي 1458 إلى عام 1460 يعني أصبحت هذه الحملة أو بحدود السنتين إنجاز هذا الإنجاز أو الفتح العثماني للصرب نتحدث الآن عن فتح المورة فبعد أن حقق الصدر الأعظم محمود باشا سيطرته على الصرب توجه صوب أثناء واحتل عام 1460 كذلك طبعا مستغلا بذلك خلافا عائليا ونجاعا عائليا بين حكامها بعد هذا أصبحت حتى منطقة الأرخبيل برمتها تحت السيادة العثمانية بعد هذا أيضا نرى أن العثمانيين ومحمد الفاتح أراد أيضا أن يفتح بقية المناطق والإمارات التي كانت خارج إطار الدولة العثمانية فكان هناك أمامه الأفلاق والبغدان طبعا كان حاكم الأفلاق وإذا كان هناك معاهدة ما بين حاكم الأفلاق دراكول والدولة العثمانية إذا كان هناك معاهدة إلا أننا نرى هذا الأخير نكث بهذه المعاهدة وطبعا يطيب لي في هذا الجانب أيضا نتحدث عن دراكول لأن هذا الأمير حيكت له كثير من الروايات وكثير من الأساطير حتى سمي بمصاص للدماء وهنا أذكر عندما أرسل السلطان محمد الثاني رسوله إلى هذا الأمير وطبعا طبيعة المسلمين لا ينحنون للحاكم ولا للأمير فعند قدوء مثولهم أمام هذا الأمير لم ينحنوا لإداء التحية له كما هو معتاد فيما بينهم نرى أمرا بدق المسامير في رؤوس هؤلاء الرسل وربط العمامات بدقها أيضا في رؤوسهم وأيضا تقول بعض الروايات أن هذا الرجل كان يطلق عليه مصاص الدماء لأنه كان يعذب أعداءه بشكل كبير المهم في الأمر أن محمد الفاتح بعد أن رأى ما رأى من هذا الأمير فجرد جيشا وذهب إلى الأفلاق نرى أن هذا الأمير هرب من أمام السلطان العثماني وقد ول بدله أخاه رؤول الذي كان يعيش في البلاط العثماني أما الأفلاق فأيضا بعد هذا بعد أن دانت الأفلاق للدولة العثمانية نرى أن العفو البغدان أيضا دانت للسيطرة العثمانية والحقيقة كانت الدولة العثمانية تتوسع بشكل غير طبيعي حتى أن السلطان محمد الثاني كان لا يضيع وقتا فنراه دائما بعد أن أصبح الجانب أو السياسة الداخلية في الدولة العثمانية واستطاع استطاع أن يوحد كافة الإمارات التلكمانية داخل آسيا الصغرى نراه توجه صوبة الغرب فالبغدان كان يقف على إدارتها استفان الأكبر وأيضاً هذا استغل ظروف انشغال الدولة العثمانية بحروبها فحاول أن يخرج عن تبعيتها وطبعاً هنا نقول أن الدولة العثمانية لم تستطع أمان تلك المرحلة وفي عهد محمد الثاني أن تستعيد البغدان إلا في عام 1554 عن خارج حدود عهد محمد الثاني بعد هذا أيضاً استدار محمد الثاني إلى البوسنة والهرسك وأيضاً بعد أن فتح بلاد الصرب أصبحت طريق أمامه مفتوحاً صوبة بلاد البوسنة والهرسك وهنا أيضاً توجهت الحملات العثمانية صوبة البوسنة والهرسك وطبعاً أيضاً استفان طوما حاكم للبوسنة والهرسك والحقيقة كان هذا الحاكم شد خطراً على الدولة العثمانية وطبعاً أيضاً تازت هذه البلاد بحصونها وخلاعها المنيعة وأيضاً كان هناك تحالف ضد الدولة العثمانية وتأليب تأليب هذه الدول المتحالفة ضد القوى العثمانية لإيقاف زحفها أمام هذه البلاد وهنا وهنا بعث السلطان محمد الثاني إلى أميرها طالب منه الخضوع للدولة العثمانية والاعتراف بالسيادة العثمانية وأيضاً منعاً للتحالف الذي قد يكون معاوقاً لزحف الدولة العثمانية هنا رفض صفان طلب السلطان العثماني وأيضاً استنجد بملك المجر فضلاً عن البابا وأيضاً أفهم الأطراف الغربية الأوروبية بأن العثمانيين أصبحوا يشكرون خطراً على إيطاليا وعلى روما ذاتها وفعلاً كان هناك تحالف ضد الدولة العثمانية إلا أن استفاء هذا لم ينل من هذه القوى سوى الوعود وأيضاً في بداية ربيع عام 1463 أرسل السلطان محمد الثاني رسلاً إلى استفاء مرة أخرى إلا أنه رفض الطلب مما اضطر السلطان بتجريد حملة واستطاع أن يخذأ هذه البلاد لسيطرة الدولة العثمانية بعد أن فر حاكم الصفان وبذلك أيضاً أصبحت هذه المناطق كلها ولايات عثمانية فتح ألبانيا أيضاً بدل العثمانيون جهوداً كبيرة للقضاء على سكندر بيك حاكم ألبانيا وأيضاً حاكم مدينة غرويا والحقيقة العثمانيون لم يستطيعوا من السيطرة على ألبانيا إلا بعد وفاة هذا رجل عام 1467 وبذلك أيضاً أضحت ألبانيا من الولايات العثمانية وأصبحت تابعة للدولة العثمانية النقطة الأخرى أيضاً كما ذكرت أن السلطان العثماني لم يضيع وقته فحاول أيضاً فتح أماستريس وسينوب وترابزون وطبعاً هذه أيضاً تعاد من الأماكن الحيوية والتي كان لابد لها أن تكون تحت السيطرة العثمانية بعد أن حقق العثمانيون هذا الزحف الكبير وحققوا أهدافاً كبيرة في هذه المنطقة التي أضحت ولايات عثمانية بالكامل بعد أن انتشر أيضاً فيها الإسلام بشكل طبيعي فبعد سنتين من الاتصالات ما بين الدولة العثمانية وهذه الأطراف نرى برضاً لنا أوزون حسن حسن الطويل حاكم دولة الآب قويلو التركمانية وأيضاً بيعاز من يوحن طابع وأيضاً طلب من الدولة العثمانية إيقاف فرض الجزية لا بل طلب هو أيضاً الجزية هنا تحرك العثمانيون طبعاً هنا حركة العثمانيين كانت أيضاً حركة برية بقيادة السلطان محمد وأيضاً الأسطول البحري في هذا الجانب نرى أن الدولة العثمانية أقدمت على تجريد حملة بقيادة السلطان محمد الثاني فوجد أوزون حسن بأنه لا قبل له لهذه القوة العثمانية فأيضاً تم عقد صلح بين الطرفين وكذلك استمر هذا الحال حتى وفاة أوزون حسن عام 1478 لتنتهي هذه المسألة وتتم السيطرة العثمانية على طرعب زون أما بالنسبة للحرب مع البنادقة ومع البندقية فالحقيقة اضطرت البندقية تحت ضغط الأحداث ووفاة حليفها أوزون حسن إلى أن تنصاع للإرادة العثمانية ويتم عقد معاهدة في عام 1479 بين الطرفين أيضاً كان بنود هذه المعاهدة أن تدفع البندقية غرامة حربية تقدر بمئة ألف دوكن ذهبياً تدفع البندقية عشرة آلاف دوكن جزية سنوية تنسحب البندقية من مدينة غرويا أيضاً وافق السلطان على منح تسهيلات للبنادقة للأغراض التجارية لعملية التبال التجاري بين الطرفين فتح بلاد القرم الحقيقة ما جرى من نموه مضطرد للدولة العثمانية جعل الفاتح أيضاً يفكر بالسيطرة على شمال البحر الأسود بعد أن سيطر على جنوبه وبذلك طبعاً بعد إنجاز سيطرته أصبح البحر الأسود بحيرة عثمانية بالكامل فتح جنوب إيطاليا ورودس الحقيقة تاب الخوف الشديد لإيطاليا واستحوذ الرعب أيضاً على أمراء على أمرائها فضلاً عن البابا عندما تقدم العثمانيون وفعلاً العثمانيين العثمانيون تقدموا صوب هذه البلاد وأيضاً كان يلوح في الأفق أمام البابا وحكام إيطاليا ما قال بالقسطنطينية وإلا أن هذا لم يحصل الحقيقة ذلك أن المنية وافت محمد الفاتح في الثالث من أذار من عام 1481 لتأتي بعده مرحلة من التهادن فالإجراءات التي أراد منها البابا لتناسي الأحقاد والوقوف أمام المد العثماني الحقيقة لم تجدي نفعاً لو لا وفاة الفاتح الذي توقفت بعده حالة الفتوحات العثمانية وأيضاً حصلت هناك وقفة للدولة العثمانية بهذا الاتجاه بعد هذا الفتح الكبير الذي حققه الفاتح لا بد لنا أن نتحدث عن الإنجازات المدنية لهذا العاهل الكبير الذي حقق إنجازات كبيرة للدولة العثمانية بفتحه الجليل ففضلاً عن عقليته العسكرية كان يمتلك أيضاً عقلية مدنية وعقلية إدارية وعقلية أيضاً علمية وفضلاً عن الجانب الحضاري والثقافي والعلمي لهذا العاهل الكبير فعلى الجانب الإداري نرى أنه أيضاً وضع تنظيمات إدارية وعسكرية وكذلك أيضاً شرع الدستور الذي سمي باسمه وبقي العمل فيه الحقيقة حتى عام 1839 وثلاثين أيضاً قام بإنجازات حضارية كبيرة منها بناء المساجد بناء المدارس أيضاً تحويل كنيسة سانت صوفيا إلى مسجد آية صوفيا ووفق فن معماري إسلامي رفيع المستوى فضلاً عن إقامته لبعض الصناعي الكبيرة إضافة إلى فتح القنوات والترع وأهتم أيضاً الفاتح بالجانب الثقافي وأيضاً بالفنون الجميلة وكثير من المظاهر الحضارية لهذه الدولة لقد بلغت الدولة العثمانية على أهد السلطان العثماني محمد الثاني محمد الفاتح مرحلة كبيرة في كل مناحي الحياة فعلى الصعيد العسكري تمددت الدولة العثمانية وأصبحت أيضاً بلاد البوسنة والهرسك والصر وكلها أصبحت بلايات عثمانية فضلاً عن أصبح البحر الأسود بمثابة البحيرة أيضاً عثمانية وقد حقق إنجازات كبيرة كان لها أثرها في المرحلة الأولى من تاريخ حكم الدولة العثمانية الذي كما قلنا امتد مع بدايات القرن الرابع عشر الميلادي وحتى عام ألف وخمسمية واثنتا عشرة مع بدايات السلطان سليم الأول وطبعاً كان هذا السلطان من سلاطين الدولة العثمانية العظام خلال هذه المرحلة الأولى وأيضاً انتقلت الدولة العثمانية على عهد السلطان محمد الثاني إلى مرحلة الدولة العالمية التي ينطبق عليها الوصف الامبراطوري بعد أن امتدت ممتلكاتها في أكثر من قارة كما أنه وضع الأسس الدستورية والإدارية والتنظيمية لمن يأتي بعده فبحق كان سلطاناً كبيراً وسلطاناً عظيماً وأنه خدم فضلاً عن الدولة العثمانية خدم الأمة الإسلامية من خلال نهجه الإسلامي من خلال الفتح الإسلامي وأيضاً سياسة التسامح الديني التي تمتع بها هذا العاهل الكبير ويكفي أيضاً هذا الفاتح الكبير أنه استطاع أن يقوض أركان أكبر إمبراطورية في منطقة الشرق وهي الإمبراطورية البيزنطية بعد أن فتح فتحه العظيم وفتحه الجليل للقسطنطينية عام 1453 وأيضاً استطاع هذا العاهل الكبير أن يحظى باحترام العالم الإسلامي برمته فضلاً عن العالم بشكل كامل وأيضاً استطاع من توحيد الإمارات والدولة العثمانية داخل حدود آسيا الصغرى فضلاً عن خروجه خارج هذه الدائرة يضاف إليها الجانب الاقتصادي بعد أن مفر القاعدة الاقتصادية بعد إزالته للقسطنطينية والإمبراطورية البيزنطية وأيضاً كان هناك نزغاً حضارياً ما بين الدولة العثمانية وما بين الدول والأمم المعاصرة لهذه الدولة العظيمة وأصبح الآن بعد الفاتح الذي كان في منتصف القرن الثاني من حياة الدولة العثمانية والذي امتد حكمه لما ينوف عن ثلاثين عام قضاها كلها في الجهاد الإسلامي والفتح الإسلامي الجليد فضلاً عن ترسيخه لأركان هذه الدولة العظيمة الدولة العثمانية إلى هنا أعزاء المشاهدين نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم آملين أن نلتقيكم في حلقات جديدة من برنامجكم ومضات من التاريخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة